تواصل اليوم الاجتماعات التحضرية لأعمال القمة العربية التاسعة والعشرين التي تستضيفها المملكة العربية السعودية لسبوع المقبل ويتضمن جدول الأعمال ملفات عربية عدة من بينها مستجدات القضية الفلسطينية والأزمة السورية والانتهاكات الإيرانية بالمنطقة والأوضاع باليمن واستهلت الاجتماعات التحضرية أمس بجلسة عقدها كبار المسؤولين ومندوب الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية لبحث الأعداد الاجتماعي وزراء الخارجية العرب التحضرية للقمة وكذلك مشاريع القرارات والبنود المدرجة على جدول أعمال القمة